السلام عليكم ورحمة الله اليوم بنشرح عاش المزايا مخفية على الايفون والتي قد لم تكن منتبه لها من قبل وكمثال لبعض المزايا التي سنتطرق لها اليوم كامكانية تغلق الهاتف بعد وقت معين فمثلا إذا كنت تتفرد شيء معين مجرد ما يكمل وقت يتقفض أو كامكانية نسخ أي نص عن طريق السحب بالثلاثة الأصابع سوى الآن نص سروح لأي مكان نشتنلسق فيها الكلام فعل كده أو كامكانية تغلق أي تطبيق ولا يستطيع أحد الخروج منه فمثلا إذا أعطيت تلفونك لحد يشان يتصل ما يقدر شيء خروج ملوي في تلفونك وقبل أن نبدأ لا ننسى أخواننا في غزة من الدعاء والمقاطعة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا لا ننسى أخواننا في السودان وبسم الله نبدأ نبدأ بأول ميزة هل كنت تعلم إذا أنت تتحدد على جملة واحدة تلغط مرتين واحدين أو إذا أنت تتحدد على النسخ كامل تلغط ثلاث مرات واحدين ثلاثة وأيضا إذا كنت تريد نسخ أي نص تسحب بثلاثة الأصابع سوى لك الأنش نسخ وعشان تلسقه تعكس الحركة وأيضا إذا كنت تريد تفعل تراجع تسحب بثلاثة الأصابع إلى هذا الجهة أو إذا تريد تفعل عودة تسحب للجهة المعاكسة أو بالضغط ثلاثة الأصابع بيتظهر لك هنا التراجع والعودة والنسخ واللسق والقص وهذا كله ينطبق على أي مكان فيه نص مثلا لو رحنا لنصفه نفس الكلام ثلاثة ضغطات تطلع لك النص والردوع والعودة ننتقل للميزة الثانية تروح لها عند الساعة تروح لها عند المؤقت تجي عند انتهاء الوقت تضغط عليه تلزل لها آخر شي تفعل إيقاف الموسيقى تعيين الآن أي تايمور تفعله بعد انتهاءه يقفل هاتف مثلا لو خلينا خمس ثواني فعلنا بد من جرد ما تكمل الخمس ثواني يقفل هاتف وهذا ينطبق على أي تطبيق فمثلا إذا كنت تتفرد شي قبل ما تنام أحبت أن يكون الفترة معينة ويقفل الهاتف من نفسه وأيضا بإمكانك تفعيل هذا عن طريق الضغط مطولا على أيقونة التايمر وتحدد كم تشتي يكون الوقت مثلا لو نخليه دقيقة تفعل بد نفس الكلام بمجرد ما يتنتهي الدقيقة يقفل الهاتف ينتقل للميزة الثالثة ويتخص أمان تلفونك لو حتسرق تلفونك أول شي بيفعله بيحاول يفعل إيقاف تشغيل للجهاز وبكده ما بتقدش تحدد موقعه وعشان تقدر تحدد موقع الجهاز حتى بعد إيقاف التشغيل لازم نروح للإعدادات وجي لها عند الابل اي دي تحديد الموقع العثور على الهاتف وتفعل هذا الميزة شبكة تحديد الموقع الآن بمجرد ما يجي حاول يفعل إيقاف تشغيل للجهاز شوفوا إيش بيظهر لكم هنا يمكن العثور على الآيفون بعد إيقاف تشغيل الجهاز حتى لو طفاه تقدر تحدد موقع الجهاز وكمان بعضهم إيش يسوي يقوم يطفي لك يفعل وضع الطيران عشان يمنعك من الوصول للشبكة يجي لها عند الإعدادات ونروح لها عند الفيس اي دي بصمة الواجه والرمز الدخور ننزل لها تحت مركز التحكم بعله إيقاف الآن لو الجهاز مغلأ وحاول ينزل لمركز التحكم ما بيقترش ننتبه للميزة الرابعة وهي موجودة في تطبيق الملاحظات إنشاء ملاحظة جديدة هل كنت تعرف أنه بإمكانك ترقيم عنوان رئيسي وعنوان فرعي مثلاً إذا فعلنا واحد نقطة مسافة يجينا الآن نكتب أي شي هذا عنوان رئيسي لما نفعل لتحت يرقم على طول اثنين لكن إشتفعل هذا فرعي للرقم واحد تسحب كذا يعني تكتب شوه الآن أصبح ثلاثة عناوين فرعية تحت عنوان رئيسي لو جينا فعلنا مرتين ينقل لنا العنوان رئيسي جديد نفس الكلام ينطبق على هذه النقاط إذا كتبنا شي معين حبة تكون في تحته قوائم تحت ثب كذا قدرت ترتب مواضيعك على شكل عنوان رئيسي وعناوين فرعية نلتقل للميزة الخامسة مثلاً إذا كنت في الإعدادات دخلت مكان داخل مكان داخل مكان أنا لو جيسي ضغط على هذا المكان بيطلع لك من أين دخلت من الإعدادات عام حول تقدر ترجع على أي واحد منهم بالضغط مثلاً العام وجلس الكلام ينطبق على المتصفح تقدر جيسي ضغط وتعرف من أين دخلت وتنتقل للتصفح اللي كنت به ننتقل للميزة الخامسة تروح إلى الإعدادات تسهيلات الاستخدام تنزل إلى تحت الوصول الموجه تفعله وتشغيل الآن مثلاً إذا أعطيت تلفونك لشخص عشان يتصل ما تشغيل يخرج يفرفر فيه هاتفك الآن خلاص الغط على حق التشغيل ثلاث مرات وفعل الوصول الموجه بيطلع لك رمز فعل أي رمز تشتيه كده ما بيقدرش يخرج من تلفونك إلا عن طريق الرمز الذي فعلته تضغط ثلاث ضغطات هنا عشان يفكه مثلاً الرمز أنا كنت فعلته كله أصفار الآن خلاص فعل إنهاء الآن ترجع تقدر تستخدم تلفونك بشكل طبيعي ننتقل للميزة السابعة لكنت تعرف إنك تقدر عن طريق كده تجمع كل التطبيقات وتنقل هنا المكان الذي تشتيه ونفس هذا الكلام ينطبق مثلاً حتى على الصور دخل المعرض حدد الصور اللي تشتيه ومثلاً نروح الملفات نفعل لسل حتى إنك مثلاً تقدر تحدد نروح لإنستار حادثة معينة تفعل ترو وويلسنه ننتقل للميزة الثامنة وإيث الآن الحاسبة أغلب الناس لما يكون كتب رقم كبير وغلط في الرقم يضطرف على المسح عشان يعدل الرقم لكن هل كنت علم مثلاً أنك تقدر تفعل كذا وهي يحمسح آخر رقم ننتقل للميزة التاسعة نروح لإعدادات تنزل تسهيلات الاستخدام اللمس تنزل إلى تحت الضغط من الخلف وعك ضغطتين وثلاث ضغطات تقدر تحدد أش ما تشتيه مثلاً أنا مخلي الضغطتين يفعل لطة شاشة والثلاث الضغطات يولى على الفلاش وهو مثلاً الآن واحد وثنين على لطة شاشة واحد وثلاثة ولا على لنا الفلاش واحد وثلاثة طفل وثلاث واحد وثلاثة سكرينشوت وأخيراً الميزة العاشرة إذا مثلاً كنت مشغل الموسيقى من هاتفك حابة تصور فيديو بمجرد ما تشغل الفيديو بيوقف الموسيقى لكن معي لكم حل بسيط تروحوا لعند الصور تشغل الموسيقى طبيعي تسحب من هنا على اليمين فبكذا الفيديو يضع الشرغال والموسيقى شرغالة ونفس الكلام ينطبق حتى على الفلتر فإذا كنت فاعل الفلتر يكون شرغال طبيعي والجماعة السناب الذي يحب يقرب ويبعد ومجرد ما أنك تجيز ضاغط على الصور قربت شوفوا الآن هو بيقرب ويبعد وكميزة إضافية فوق العشر أنه مثلا إذا كنت في أي تطبيق وحبت تستخدم التلفون بيد واحدة ما توصلش لأطرافه سحب من هنا على تحت وبكذا ينزل في تطبيق تقدر تسوي عش ما تشتي وبكذا نكون كملنا عشر ميزات مخفية في الآيفون فإذا عجبك محتوى القناة لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر